الانترفيو مع زينا معناتها زيارات هادفها معناها بكل موضوعية البنك المركزي المسألة المالية ما تروحها بحدها ويبدي لجنة التقارير المالية التحليل المالية التحليل المالية السيساء نفس الشيء وزارة التجهيز المشاريع المعطلة وزارة الفلاحة مسكولة المنتوج الفلاحي ودوره وزارة التجهيز المشاريع المعطلة ثم وزارة الفلاحة أيضا ثم الاتصال المباشر بالناس طبعا التأكيد على أنه مهما كانت الأقويل ومهما كان كذا وراهوا رئيسة الجمهورية التابعة على الأقل بصيفة مباشرة في مختلف المسائل ربما الحارقة توا واللي عليها عديد التساؤلات وخاصة المشاريع المعطلة معها. هذا يرى ما نقول مدروسة وطبيعية ريتها تتوجب حاجة وغيرتها رحكيو عليها بعد معتهم هو شكل من أشكال الاتصال وللرئيس طريقته في الاتصال إما عندما يخاطب الوزراء في ظرف معين تقريبا يبدي وجهة النظر. عندما يزورهم ويخطبهم نفس الشي فما رسائل تتوجه هو شكل من أشكال الطمألة على أن الأمور تسير بمتابعة في مختلف القضاء التي تكتسي أهمية كبرى في المرحلة حاليا لا يخرج على الأقل لو تخرج الزيارات أعتقد على الإطار هذا لأنه الناس متعطشة لفهم ما يحدث نعم ولفهم المشاكل هذه ولفهم أيضا كيف يمكن أن نتجاوز هالمشاكل الحالية وإلى أين سنمشي مستقبلا وين سنمضي ثم كيفية شنية الطرق اللي بيش نمضي فيها بعد الوقوف عندها ومع من سنمضي هذه التساؤلات الجوهرية اللي طرحناها احنا من زمان واللي الإجابة عليها قد يكون جزء منها هذه الزيارات هذه وتنتظر أن تتوج بحل آخر رئيس الجمهورية انتقد لجنة تحليل البنكية بالبنك سنتران لجنة تحليل مالية قال ما هيش تخدم في خدمتهم قصرة وخاصة انتقدها في زاوية المصادر الأموال اللي وصلت من واحد جوان في حتى الواحد جوان اللي فات للسفاقس للمهاجرين خاصة للأفرق هو هو تو المشكل كان جاوبه على سؤال اسمه الفلوس موجودة بشكل أو بآخر في مستويات مختلفة أو إلا لا تو نفهم المقاعد يا حباب شو معناتها مدة وعندكم هنا وفي اللي بلاتون كل الناس تتحدث على أنه تونس مقدمة على الإفلاس و الناس تتحدث على أنه رانا ماشي النادي باريس و الناس تتحدث على أنه الشهري ما سامش اليوم ثبت بما لم يعود يدعو مجالا للشك بأنه لا نفلسنا ولا باش نفلس وهذا لم يفهر رئيس الجمهورية نهار الجمعة وقال وقع وقع نعيشوهم وقع نعيشوهم أنا لن نمجد في رئيس الجمهورية أما عن نصف مالية تعيش هالمالية العمومية أنا يقول لك لا 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 هذا كشي طبيعي على خطر معناها عند منقول ما فلسناش وعند منقول ما الشهري ما تغذتش معناها مش ما تغذتش الشهري ما تتعطاها بشكل دوري نعم وقتيش نقول في الكلام هذا وتزداد قيمته وقت اللي نبدو عارفين اللي ما خذناش فلوس من من الأفهمي ما خذناش فلوس من صندوق النقد الدولي وما عطوناش لأنه رفضنا زادة وهذا مهم جدا نسطروه الاملاءات اللي بش توترنا معناتها اجتماعيا شما الكلام هذا شما معناتها معناها وضعنا ما هو شي كاري فيه كما نسمعوه لكن عليش لحديث هذا يتقالوا سمحني توكي تحب نمشو القدام توحاليا فما قطب الرحاف في تطوير الاقتصاد اللي هو بشيخ لقنسة بن مو تأدي لعدالة اجتماعية قطب الرحاف هو الاستثمار زيد اليوم متوقف ها بشي قولك ها بشي قولك ها بشي قولك أنا رأي متوقف الاستثمار واذا طبيعي حصل وإلا متقلص وإلا مشي بالدرجة اللي تخرجنا من اللي احنا فيه عندما اتبع شوية الغرزة الاستثمار عليش منكمش نسبيا حتى داخليا فما ثلاث معطيات ياسيدي بفعلي فعل أيوة المعطي الأول عندما نركز على أنه بلاد قادمة على الإفلاس هنأقول المستثمر اللي بشي جيك يقول قادمة على الإفلاس البلاد وبش نمشي نستثمر فيه تانا حتى فلوسي مش مش نقوا دونك عامل تعطيل ما نحبش نقول يا سيدي عنوعي لا فيه اللي عنوعي وبخلفية وفيه اللي ربما هذي كهي قراءته للواقع المعطى الثاني توحليا عملية التشويه المستمرة في علاقة مسالة الحريات اللي يروجوه بلاد قمع وبلاد ضربان الرأي المخالف وبلاد ندرشنوها هذا أيضا رغم النقاص هذي تعتبرها مغالطات رغم النقاص هذه التأكيد عليها أنا نقول مغالطات شو معناتها معناها قد تكون فم ثغرات يجيب على الفصل 54 في التأويل الخاطئ نعم ونقول يلزم يتصلح لكن عندما تضيف هذا للمعطى الأول وناس تقول بلاد فيها القمع تسترى شنين النتيجة بش يجي المستثمر سيب عليها يا أخي هذي بلاد سياسية نمرها مش قد قد دونك ما نمشيش والنقطة الثالثة معانتها المهمة جدا عندما تبدأ محاولات من تعتوتير الأجواء عن طريق العمل على أنه التوانسة يفقدوا المواد الأساسية بطرق مختلفة وشائعات ينضاف لهذو مزوز التوتر الاجتماعي هالمناخ اللي قاعد يخلق بخلفية طبيعي جدا معتها بشي عاطة للستثمار تقول لي شنو الحل نقول لك الحل لنبحث عن خطاب أولا واضح إلى جانب الاتصالات وهي مهمة أنا أعتقد المرحلة تقتضي من أجل الدفع بمصار 25 جميع القدام أنه الرئيس يخرج في خطاب واضح ولا رئيس الحكومة رأوا وضعناها وشنو اللي فيه خطاب وهي السعوبات اللي عندها بها السعوبات اللي عندها ورأوا كما يقول فيها هو العبارة لن ينجحوا في كذا على خاطر احنا عندنا توجه لن ينجحوا في كذا هذا بش يتبع زيادة كيف كيف يتبع قلناها في مجلس مركز عقدناها البارح تطبيق الفصل المياه من الدستور اللي يقول الرئيس يقدم برنامجه لمجلس نوى بالشعب الخطوط متع البرنامج ويعرضوا ويعرضوا أيضا على مجلس الغرفة الثانية ما زالت لكن على الأقل على مجلس نوى برغم أنه الخطوط العامة للبرنامج جات في التعهدات متع 25 جويلة الأربعة المعروفة واللي اتبنت على أنقاذ السابق بيه الطريقة هذه أعتقد أنه برشة حاجات تسحب معناها برشة عوامل متع محاولات التعطيل تسحب إلى جانب مسارات الإصلاح اللي انطلقت معناتها بشكل أو بآخر في المراحل الأخيرة واللي منها اللي يكون تحكي عليه توا الأحديث عن الأموال المشير للبنك المركزي ربما فما مراجعة القانون الأساسي متع البنك المركزي معناتها مسألة أعتقد مهمة عليها برشة حديث درح اليوم مسألة الإصلاح التربوي رغم أنه وبيش يخرج القانون أيضا نقطة يجابية لكن المهمة الطريقة إلى آخره أعتقد أنه هذا عندما يتعمل وإحنا مقدمين على الانتخابات بس ما نتحوش في اللي تحنا فيها قبل اللي هو تقلص نسبة المشاركين وكنا نبهنا لها لابد من توفير مناخ تطمئنه فيه القلوب تتضعه فيه الرؤية ولكن نحب أكمل معك في النقطة السياسية أنت تقول اليوم على الرئيس الخروج في خطاب مسارحة في خطاب لن يمروا في خطاب هو أو رئيس حكومته يتكلموا ويفسروا الوضع نعرفو منش مستحقين نعطينا البلاء موجود احنا فيه أزمان نس كلها صعبرة بدليل الشعب سيكت فمش مواد أساسيا متوفرة ومع ذلك سيكت أمقلين ما تير عطينا حلو هذا هو أقول لك البرنامج عندما نحكي ومش بش يوصف تعرف هيك المقولة متاع مفكر بقى ماركس يحكي عن الفلاسفل اللي قبل منه يقول لفيلوزوفنا فيه أجوردوي كان تربرتين الماندول فلا ترانسفورمي احنا اليوم ما حجتناش في الانتربرتايسيون دول السيتيواتيات ما حجتناش بتفسير الوضع الحالي نعم برك نفسروه وعجوه نقدم الحلول أكيد الرئيس عنه جملة منها الحلول الحلول هذه معناها بيقوسين أنا أحب أن أقول لك حتى الشعار مجلسنا المركزي الأخراني معناها أهداف 25 جوليا بين التعاهدات أو الوعود والمنجز عمليهم واللي قبله قال واللي قبله كان معناها كيفية التسريع بوضع أهداف 25 جوليا حيث التنفيذ معناها شعرين اللي فهم بطع وبرشة بيقوسين مثال خلي نقول له هذا قالوا آه شفهم حركتون جل الأمان باش تبدل عندما جاء تتقيم وطربة تتترى احنا تعاملنا تعامل نقدي مع المصار منذ دعينالو نعم في رسالة شهيرة في جوليا وحكيت فهم معكم هنا وقلنا تطبق الفصل الثمانين احنا شاركنا في الاستشارة الوطنية شاركنا في الاستفتاء ودعينالو شاركنا في الانتخابات رغم أنه كانت عننا احترازات نتعامل ومع هذا المصار تعامل نقدي ليس من أجل التراجع ولو قدر أنم له على معانتها دعم مصار 25 جوليا وإنما من أجل جملة من الإصلاحات نسلولها عن طريق النقد الدفع به القدام خطاب رئيس الدولة نرجع ونقول بشي يقدم حلول في النهاية والحلول في رأينا مثل جمش تكون كل حاجة وحدها المكونات التي تخرج بها تونس لا ننظر في التربية وبعد في الإدارة وبعد رشنو لا تصور كامل لأنه تشابك وترابط بين المكونات للخروج من اللي احنا فيه مثل جمش تصلح التعليم من غير إدارة ناجعة مثل جمش تصلح الإدارة من غير تعليم هي الإدارة وحده غير الإدارة اللي تحدث عليها رئيس الجمهورية ربما للمرة الألف نهار الجمعة تحدث على موندستين على الناس تعطل على الناس دخلت بشهائد مضروبة الإدارة التونسية هل حزب الإدارة اليوم أكبر من الدولة أكبر من السلطة التنفيذية هو اللي يحكم هو عندما تشوف سمحني في العبارة الفساد وتعرفه الفساد في العشر سنوات أخيرة رغم أنه موجود حتى قبل قبل 17-14 موجود الفساد أصبحت مأسسة تقريبا وقريب يولي إنعم أقوى من الدولة خاصة لما تقترن يا رسول الله منذ منذ معناتها العشر سنوات السابقة كان هدف عندهم معناتها اسمه التدمير الممنهج للدولة لأنه بدولة قوية تحكم بالعدل وتسيب الحريات نجم تهيمن على كل شيء بما في الفساد معناتها حاجتين يمأسس الفساد وينتشر ويضع في الدولة اليوم المرحلة تقضي حاجتين تقاوم الفساد باش تقاوموا يلزم دولة قوية وهذاك عليش رانا مشي مجانا نقوله الدولة ما تكون قوية اللي بمؤسساتها كاملة ما تنجمش قوية ما تكون قوية ما ما فهمش وليت في بقايا اللي هم يمثل الرئيس ما تنجمش تكون قوية بلاش معتمدين الدولة يزمها تكون قوية حتى البره دبلوماسيا ما تنجمش تكون قوية بلاش سوفرها نعم راهوا هذي مسائل مستعجلة معتها باش نجموا نمشيوا القدام لدارة يلزم تتصلح لهدفين اثني الهدف لولاني اللي دارة الناجعة ومطلوبة لدارة السريعة مطلوبة والدارة المرقنة مطلوبة هذا واحد والشفافة مثل النمار الشفافة هذي باش نجيها في الجانب الثاني شمع لها الجانب الثاني الادارة اللي ما تكون هي مصدر نزيف ميزانية الدولة هذي الادارة المطلوبة هذو ما الاتجاهين الاتجاهين هذو ما يتطلبوا كلمة تطهير الادارة والناس متخوفة منها وكان ماش كلمة أخلاقية تطهير راي عبارة سياسية نعم عطا ما فيهاش نقاش ماذا تطلب عملية تطيئة بايش عملية تطيئة نعم مراجعة لانتدابات لانه صارت حاجات والهدف هو كيفش ترجح وثانيا نقص من النفقات ماذا معنى ذهب يا سيدي انا ما ودي لحمة رياف هيك اللي يكتبوا على الصفحات ويحكي على الصفحات رأوا السيارات الادارية السيارات الادارية نزيف رأني عشت ستة شهور وطرحت المسألة لكن لقيت صد وقلقونه السيارات الادارية معناها تدخل في ايطار ترشيد نفقات الدولة كي ترجحها مش معناها احرم الناس لا بحالهم والليسونس هذا عوضهولهم فلوس وخلي كل واحد يعتبرها ملك الخيص ونحيوا فكرة رزق البليك كي تتصل كي تتفسد وتتصل غادي هذه مسألة ما اعتقد مهمة جدا في المرحلة حالية يعاد التوزيع الموظفين مسألة مهمة جدا اليوم راه المؤسسات العمومية ملف محلول باش تنقضوا يودي سيبها خلي تتسير وحدها وجيب لها واحد معناها يعمل حق تحاسب الأهداف وتحاسبه على الأساس هذا وما لا اعتقد انه برمات محلولة ما نحصرهاش في حاجة على ميتها حلقة مهمة جدا من حلقات الإصلاح هي مراجعة الانتدابات لكن لا تكتمل قلتها واحد قالش بيه هذا يحبين حين نهار الجمعة نصف النهار حتى هذيك مش معقول اخويا مش معقول باش الموظفين في بلاد يودي نحبوا فيها قيمة العمل تطور نحبوا الانتاج لأفراد يتطور ما زلنا محافظين على أربع أيام ونصف خدمة رعوا في تونس أربع أيام ونصف خدمة الجمعة العشي ما بمشي متنحيش النهارين بروا مفكروا في الجمعة ونسبتش بيها موجودة بجنبنا وعطينا ننتيجها بدونك تولي وعطلة بيومي حل المرمات الكل وقدم رغم رغم وما يجعلنا مطمئنين الآن لأن الأمور بس يمشي القدام راهوا فما معلتها حركية فما إنجزات فما إرادة ونؤمن أيضا بأن حجم الدمار وقت اللي يبدى كبير من الصعب جدا أن تولد الجديد والنين اللي يريد الجديد بسرعة كافية على خاطر هاللي نقوله فيه فساد باش تلقى ناس متمسكة بهذاك علاش خاطر مستفدي منه اللي جي تقوله هيا باش نصلح هذي هو مستفيد منه هش فيه عمل باش يحل باش يحل حملات الكل وهذاك علاش آخر شي سمحني فيه عندما نقوله حكومة سياسية راهوا مش الغاية بأنه نمارسوا السياسة مش الغاية أنه تدخل للحكم من 25 جويلة قالوا نحكم وبعضها لا راهوا لأنه البلاد تقتضي رؤاة سياسية بعد ما عدينا مرحلة التأسيس للمؤسسات الجديدة برلمان يخدم على روحه ثم ماذا بينا تكتب محكمة للمحاسبات الاخرية محاسبات القادمة اش اسمها هي المحكمة الدستورية نعم المجلس الأقليم والجهات يلزم يلزم تكتمل من أجل آش من أجل أنه نهيئ الأرضية اللي تصلب القدرة على مواجهة الدمار اللي أدرك معناتها أقصى الأرضية كيفاش نهيئوها سعبيد لبريكي وين هي الأحزاب هالأحزاب ما زال عندها وزنها الواسطات هذين اللي ربما يرفضهم رئيس الجمهورية مقادرين أنهم يكونوا جزء من الحوار من الحكومة القادمة شوه الوزن اللي عندكم اليوم كأحزاب جوابني بعد الفاصل شيري سعبي هاي دكار تحياتي لكم مرحبا بأصواتكم تفاعلاتكم ومعنا على الواحد وسبعين سوتار سبعين ثمانين في الريبوندير ومرحبا بيضاي في سعبيد لبريكي سألتك قبل الفاصل الإشهيري هالي اليوم ما زال فموازن للأحزاب ما زال عندهم دور يا العبد خلنا نبدأ ملاحظة على حركة تونسي للأمام نقرأ لمات في أرتيك الليو بيتي بارتي بوليتيك عنا صغار في الحجم موعتزين بهذا لكن اللي تابع المواقف حركة تونسي للأمام سياسيا نوزنوا أكثر من أكبر الأحزاب مش من باب شاكل ونفسي يقريكم السلام أكثر من برشا حزاب لأنه رؤيتنا واضحة انطلقنا من تحليل واضح منسجمين مع رواحنا ما قبل 25 جويلة حتى لتوا معتها نتعاملوا نقديا من أجل الدفع به القدام والحفاظ عليها تسترة واحد اثنين احنا تعلمنا في التحليل حاجة تحديد التنقضات الرئيسية والثانوية التنقضات الرئيسية تكون بالأصدقاء اللي عندهم نفس التمشي والرئيسية بين الناس اللي تنقضوا جوهري عندنا التنقض الجوهري لن نتزحزح عنا لسنا مع وبأي شكل العودة أو الوقوف مع العودة إلى منظومة قبل 25 لأنه نقضينا رواحنا في 25 لكن داخل 25 فيما بعض الجدل أنا أنا أدعو من هذا المنبر هذا نجوزوه معتها أنه واحد يدعو الأحزاب لا ولا رئيس الدولة ولا مرة عبر على أنه ضد الأحزاب إلا مرة في خطاب أقديم ولا في تدخل أقديم فليرحلوا جميعا في ذكر أغتيال الشهيد شكر بالعيد حكومة ومعارضة تقريبا ثم بعد أحكى على الوساطات رئيس الدولة هو الدعاية لتشريك الأحزاب السياسية في الاستشارة حول الدستور الممارسة العملية الأحزاب شاركت بعنوينها في الاستفتاء الأحزاب السياسية شاركت بعنوينها في الانتخابات معناها الواقع يفند ما يتقال نظريا من عند البعض عهد الأحزاب انتهى أو الأحزاب قبلت ربما إنها أو كان واضح مش قبلت هي معارضة لعبوا كلهم دار المعارضة قاطعوا الاستفتاء نحنا ضد 25 جوية أحرار ضد البرلمان أحرار ضد الاستفتاء أحرار ومقييس التشريك يزم تكون مقييس موضوعية مش من باب الانحياز أنت باش تدعو إلى استشارة حول الدستور ويجيك الجدل في عوض باش يكون الدستور هذا يصلح في نقطة كذا ونقطة كذا وتعامل معه نقديا كيف يتعاملنا معه وقدمنا مقترحات وانذكر رئيس الدولة كنيس مع الناس وعمل تنقيحات ليلة عيد الأضحى وأعلن عليها في ثمانية نقاط معناه وهذا باهي برشا رغم أن نقضنا وقتها استفتاها وقلنا رأوا الفلوس قلناها وقلنا رؤسها البلديات باشي معتها يهدك الدنيا ويأثروا سلبا على نتائج الانتخابات بقى أبدأ التفاعل في حديث معنا مع رئيس الحكومة ثم بعد ما تمش معتها قضية ثانية دونك فمتفاعل مشاركتهم يأكد عكس ما قاعد يتقال باهي لكن نظريا خليني نقولها من هنا زيادة كيف كيف رأوا التاريخ علمنا اللي الأحزاب السياسية يراهي تعبيرات طبقية الطبقات في العالم ما دام وجودها ما عاشت نجم تقول الأحزاب ما عادش باش تندثر وحتى الحزب اللي يندثر دبي لكم منه قد يندثر بالاسم ويرجع بوجه آخر اللي يتوهم الإسلام السياسي انتهام ما ينر ينكم بري اللي يتوهم في العالم الشوية انتهات ما فهم شي رأوا تعيش حالات مدو جزر دون كيفاش تعامل مع الأحزاب اللي يدعم مصار مش شركوا في الحكم من زيدا نعاود اللي يدعم المصار القدام وينقضوا هراهوا اللي ما ينقضوش ويسمحوني فيها الملاحظة هذه ما يختلفوش هاللي حبوا يرجعوا التالي علاش شمع هاو شمع اللي حب يرجع التالي من يهد مصار 25 اللي يعطي للرئيس معطيات غالطة من الحكومة يعطي هو بيدو يقول في كلام هذا ويدعو الحكومة إليه ويبني الرئيس قراره على المغلوط ومبعد يتطع المغلوط غالط ماذا معناها؟ معناها فهم الناس ما يش تقول لا للرئيس لا مش تعرضوا قلوا لا هذه خيبة روها وينت نجم توصلنا لأنه مما الرئيس يشاء وراكيد فيها في النهاية توسيع دائرة الاستشارة ربما تمتل أرضية السير الأحزاب مش الكل ها اندثرة تدخل فهمها موجودة مازل عندها وزن من ايه سمح با هاو اللي تندثر الأحزاب هاي اللي تبناه عصوارد شراء ذمم واللي تباو على اللي تبناه على بيع الأوهام واللي تبناه على اتخاذ مواقف لا رجعة فيها ومارسوا نقيضها متين وسبعين حزب اليوم حاب نهددهم لك تقول نهددهم لك هذو ما اندثروا كبار قلبي بالأحزاب قبل ما نختم عاك الحوار سيعبيد مبادرة مراشح العائلة الديموقراطية اللي خرجت بها بعض الأحزاب هل تثمنوها او ترفضوها بهم ذلك احنا عنا معناها حديث نحبه نبنيوه مع الناس اللي على نقطين اساستين الدفع بمسار خمسة عشرين جويلة عن طريق اللي شارع الى النقاص نعم لتجاوز البطء اللي حاصل وثانيا العمل على استصليم ارضية القطع مع ما قبل خمسة عشرين جويلة هذا هو التنى اللي نلعب فيه نلعب في التنى هذا تحتيافة كبيرة هذاك على اشتفاع عنا كان معنىها ايجابي جدا مع المسار السيادة الوطنية اساس العدالة الاجتماعية والمرحلة نعم مرحلة تحرر وطني والنطاق الاجتماعي وسندفع معا اذا لابدنا من دفع الضريبة عدم التطميم عكيان السيوني مهما كانت موقف الاجوار مدام الثنية هذي باينها بوصلتنا واضحة وامورنا مريق الفين واربع وعشرين مرشحكم كيف سعيد احنا بالنسبة لنا لم ناخذ في هذه المسائل عصلا عنا مجلس مركزي طارق لنظر في المسالة هذي بمناظلات ومناظلية الحركة اللي يزيد نعود لك مقياسنا ماهوشي الكم مقياسنا كيف واللي يحب تحاسبه على المنجس وعلى التعامل النقدي مع المصار من أجل الدفع به قدام أهلا وسهلا ومرحبا جاوب ديبلوماسي مرشحك بشكول سعبيد كما الناس اللي يقولك نحنا نبحثوا على مرشح يونيفس قيس سعيد في الرئاسي هل هناك مرشح ممكن يونيفس قيس سعيد نحكي على مستوى الشعبية ونسبة الرضا نحن نعرف شكو بشي يترشح وهذه النظرة هذما نوصيب خليها تطيب في وقتها تقال حد ومقر بمعنى المبادرة ربما مجلس مركزي يعني ينعقد نحكي على المبادرة بش ينظر في المسأل عاصر بعض الأحزاب اللي يلوجوا اليوم على مرشح ربعينهم هل المبادرة متاحهم نحن خل أو ولدت ميتة وشوها كمبادرة وش بش يمشيوا بعيد ولا فما اليوم منافس ربما زينة شو اهنا 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 سمعني فه احنا نجحنا لأنه مواقفنا نحددها في ظو قراءتنا احنا وقعنا احنا توش هوتنا احنا رأوا عندما تبني موقفك معناها بنقد لآخر ولا بمدعو ما تنجمش تقدم القدر اذا كعلش احنا نجمعو بين المواقف المبدعية والمواقف النقدية ما ننجموش اليوم هل نجين قيمهم هم مش نحدد موقفنا احنا لا اعطيني موقفك الشخصي بعيد على حركة تونس الى الامام المرشح تعتقد اليوم سعبيد لبريكي كوزير سابق كنشط سياسي هاو بعيد على الحزب هذا ما يمثلش الحزب موقف فما اليوم مرشح او سياسي قادر انه نفس قاية ساعات في الانتخابات القادمة توا توا انت تتحاصر فيها بالسؤال وشو تعمل بلايكو شخص هذا مش رأي الحزب هزم ما نجمش نعطي رأي شخصي اولا هذا يتونقلوه وباش نقلوه ما نجحش من بيه بعض اذا كان درسناه واخذينا نفس الموقف ما مش هزايا ثم ما تماشي مرشحين باش نقيمهم اولا تبقى اللي تاخذوا الان ها قل بها ذا مني ايوة قلت اقبلو وصار العكس الله يسامح اللي كان سبب قلت قبل الانتخابات الرئاسية لن اترشحها المره اللي فت صارت التطورات حكيت علام في الاعلام بليت على حاجة غالطة ويمكن اذا كان دمت على حاجة ما نعمل حاجة ما ندمش خاليا نقولها ليك اليوم هي أني ترشحت للرئاسة المره اللي فت هادي المره اندمت اندمت استرشح لن اترشح فاظ روا هاذي أخوذها عندك كان عندكم يسجلون وانها تسجلوها في المباشر consistent وبعد انتخابات لن اترشحها الى الانتخابات الرئاسية لن اترشح لن اترشح لن اترشح لا تولي تولي لاخرش مش لن اترشح هذي فئة النفي المطلق في المستقبل اغسيبوكم شكرا جزيلا شعبيد لبريكي اميل عود حركة تونسي للامام في هاتكم الانتريفيو كاميلان تلقاه لصفحتنا ستوديو شمس باي شمسة فيم وصفحة رسمية للإذاعة شمسة فيم لن يترشح افصولها شنوى رأيكم انتوب هل معاوض الترشح شعبيد لبريكي وصلونا صوتكم على 76780 بعد الريباندور نمشيوا للمغرب